السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوان واخوات ان شاء الله اليوم انا نقدم معكم كيكا بالكارامل والأوريو الطبق الاولى ان شاء الله نحتاجه الجنواز اللي كنديرو فيها جوج ديال البيضات ساشي ديال فاني ووحدة خمرة حمرة جوج معلق ديال كاكاو السادل معلق ديال الحليب السادل معلق ديال سانيدة وهنا سادل معلق ديال الزيت وبنصب الاطحان عند هنا ايه تسعود ديال معلق ندوزو دابا للطريقة باش نقدو لجنواز ديالنا في الاول كنديرو البيض جوج بعضات كنديرو معهم السادل معلق ديال سانيدة وكندربوه بالضرب الكهربائي ما كنديروش بالضرب العادي ديال يد كنديرو بالضرب الكهربائي باش كنحصلو على واحد الكريمة حتى كترهوالينا عاد كنحبسو كنزيدو بحلكة كندربوه مزيان كيولي لنا القوام بحال هات الشكل هادا كيولي بحال الكريم كيولي بيض بحال هات الشكل كنضيفو المقادير الأخرى كنديرو هنايا الحليب وديما كنخدم الضرب الزيت نضرب واحد شوية ونضيف استدل معلق ديال الزيت ديما مع الضرب كندربوه داك شي مزيان والعناصر بس تنسازم مع بعضياتها كنضيفو الفاني نسيتها كان اللي نديرها من الأول لكن مش مشكل سافيدة با غادي نحط الضرب وغادي نضيف الكاكاو وغادي نخدم غيبلة سباتيوية اللي غادي نخدم بيها ولا ملعقة خشبية إلا كانت عندك باش هذك اللي هو اللي كان عندنا في البيض ما يهبطش وكنضيفو خميرة بطبيعة الحال كنضيفوها مع الطحان باش ندير المفعول ديالها سافوا وكنجمعو كنضيفو الكمية ديال الطحان لأولى كنحركو تكي نساجم هذك الكاكاو مع الطحان وكنضيفو الكمية المتبقية اللي بغتلينا ديال الطحان كنضيفوها كنضيفوها كنضيفو على دفاعات جو دفاعات هذي ماشي مشكل نضيف كل شي سافي كنجمعو بهات الطريقة كيما كتشوفو كنحاولو ما نضربوش مزيان هذك الخاليط باش هذك الهواء ديال البيض يبقى سافيتا كنحصلو على هذ القاوام هذا بحل هذ الشكل نضيفو نضيفو المول اللي كيتحل اللي كيكون فيها هذ الكروشي هذا دروري من المول بحلاكة نضيفو بشو ديال الزبدة ورشت علي شو ديال الطحان كنخوي فيه العجينة فالأثناء راني أخليط الفران كي يسخن دروري نضيفو سخون ما خصناش نضيفو الكيكا في الفران بارد سوف نضيفوها من تحت ومن فوق ونطلقها هيا بعد ما طابت طيبة مزيان كنت تقيسيها كتلقيها طيبة أنا غادي نضيفوها شوية ديال القهوة منيس كافي مع الماء اللي غليتهم نضيفوها من فوق باش تشرب مزيان بحل هذ شكل هذا نضيفو شوية بشوية بتاكن سالي والكمية اللي عنا نضيفوها على جانب باش نمشي ونقضو الكريمة اللي غدي نعمر بها الحلوة بالنسبة الكريمة كنحتاجو سيطر ديال الحليب جوج دالة كاراميل كنحتاجو ثلاثة المعالق ديال سانيدة ثلاثة المعالق ديال الكريم باتيسياغ بالنسبة للفران عندي كاراميل والباني وهنا يعندي البيسكويت ديال أوريو كنحتاج تقريبا تنزل حبة جوج باكيات بحل هالشكل هادا جوج باكيات من هادو نضيفو دابال طريق كناخدو نساتور ديال الحليب اللي عندنا كنضيفو عليه كمية ديال سكر سانيدة كنضيفو الكريم باتيسيار كنضيفو ايضا الفاني اه عفوا الفلون ديال الفاني و الفلون ديال الكاراميل كنضيفو متهمة و كنحركو هاد العناصر جيدا عاد كنديرو هم فوق البوطة بعد ما حركتو هم زيان انا دابا غادي نضيرهم فوق البوطة وهو كي يغلى فوق البوطة مع التحريك دي ما كنحركو سافي من اللي كنحسو به غادي غلا سافي كنضيفو عليه باش نضيفو المقادير اللي باقية بعد ما حايدنا الفلون اللي درنا فوق البوطة هو الحليب كنحايدوه كنخليوه واحد شوية و كنضيفو له الفلون كاراميل هو اللي باقي لنا هو الوريو كنضيفو لحكاك ديال كاراميل بجوج صراحة هاد الحلوة هادي كيكا كجي غزالة كجي بنينة كتكون فيها النكرة ديال كاراميل كجي بنينة ان شاء الله تجربوها وتكتبو لياشي كومنتار و كنضيفو حركو واحد شوية و كنضيفو هادوك ال البسكويت ديال اوريو كنحاولو نقطعوهم غير على ربعة يعني ما كنديروش مطحون احنا بغينا هادوك الطريفات ديال البسكويت يكونوا بينين في الكريمة بحال هاد شكل هادا صافي انا كملتقال كمية اللي عندي كنحاولو نبركو عليهم الداخل باش يدخلوا باش مالي كيفزاقو كيوليو اطريين صافيك نجيبو المول اللي فيه الكيكة ديالنا كنضيفو هادا كل الخاليط ديال الفلون ودانات و الأوريوت هوا كنضيفوها فوق الكيكة بحال هاد شكل هادا كنحاولو نقضو هادوك اللي بيسكويت باش ما يشدوش بلاسة واحدة و كنخليوها على جانب حتى كتبرد و عاد كنقدموها كنحاولو و بعد ما خرجتها من التلاجة خليتها تقريبا نشيجو سوائع حتى بردت مزيان و هاداك الفلون اشتراسه مزيان كناخد واحد سيكين قبل ما نحلو هاداك الكروشي ديال المول كنحاولو نديرو بالموسبح لها الطريقة باش تسهل علينا بلين نحلوها ما اضعش لنا الديكور ديالها بحال هاد شكل هادا صفي و كنحلو هادا بك التحيد لنا هاداك القلب كيتحيد بسهولة متلخوش معاه شي صعوبة بحال هاد شكل هادا نحيتها هيا الشكل النهائي ديالها بصراحة ان شاء الله تجربوها وتردو علي الخبار انا خليتها عادية من الفق ما بغيتش نزوخها بشي حاجة خليتها غيها كاك سامبل انتمنتنا الاعجاب ديالكم و ادلو لي ارجع من الفيديو وتبرتاجي و شكرا لكم على المتابعة و الى فيديو لاحق ان شاء الله و انتمنى تجربوها شكرا لكم و الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة